مرحباً هذا أنا لبي واليوم أنا في قلعة ميديفل تايمز في أورلاندو في فلوريدا واو انظروا إليها هذه تسمى قلعة واو والآن نحن في العصور الوسطى أي نحن في زمن قديم جداً أظن أن هذا في القرن الحادي عشر واو أتعلمون ما العصور الوسطى؟ لم يتنقل الناس بالسيارات بل كانوا يتنقلون على الأحصنة هذا مضحك هل فكرتم يوماً كيف كانت الحياة في تلك العصور؟ نعم أصدقائي اليوم أنا وأنتم سندخل إلى قلعة أورلاندو هذا ونعلم كل شيء معاً رائع ربما قد نقابل في أثناء زيارتنا أحد الفرسان سيكون هذا مذهلاً جداً لندخل الآن واو انظروا هنا هذا حصان حقيقي مرحباً أيها الحصان آه إنه لطيف جداً الان نحن في استبل القرية أجل الاستبل هو مكان تناول الأحصنة للطعام ومكان نومها نعم تجهز الأحصنة وتعد عدتها لأجل البطولة رائع هاي أتعلمون ما يسمى صوت الحصان؟ نعم إنه الصهيل هل لقلدتم صهيله معي؟ حسناً، مذهل، هيا بنا هذا مضحك، حسناً، هذا حصان لطيف جداً هيا لنذهب معاً كي نساعد على تجهيز الأحصان الأخرى للبطولة هيا هيا، تعالوا إنظروا هنا على المندذة كل الأدوات التي نحتاج إليها من أجل تجهيز الأحصنة للبطولة نعم شاهدوا هذه أجل هذه تسمى فرشاة تستعمل لتنظيف الغبار عن ظهر الحصان نعم هذه فرشاة جسد لكنها لجسد الحصان شاهدوا ما لدي هنا إيه، شاعكة أجل، هذه تسمى فرشات عرف الحصان وذيله نعم، لها أسنان طويلة لنستطيع تمشيط شعره مثل تمشيط شعرنا هذا مضحك انظروا إلى هنا هذا كل الذي سنضعه على الحصان لدينا قاعدة السرج نعم، هذه القاعدة ناعمة وطرية انظروا أول ما سنضعه على الحصان لنحرص على أن السرج مريح وطري أجل شاهدوا هذا أصدقائي انظروا إلى ضخامة حجم هذا السرج هذا السرج ذو وزن ثقيل ونضعه على ظهر الحصان ليستطيع الفارس الجلوس فوق ظهر الحصان أيضا نثبته بهذه التي تشبه الحزام صحيح؟ نثبته جيدا ونمططيه ويجري الحصان ونحن فوقه بسرعة هذا مضحك أما هذا فآخر شيء سنضعه في البطولة فوق ظهر الحصان إذن هذا يسمى الوشاح نعم الوشاح ملون باللون الأخضر واللون البني رائع أحسنتم عملا حسنا وظيفة الوشاح هي التمييز بين فارس وحصانه وفارس آخر وحصانه وذلك لألا يتشابه الجميع عند ارتداء الدروع وامتطاء الأحصنة نعم لذا نضع الوشاح فوق السرج الذي على ظهر الحصان إذن هذا ما نحتاج إليه حان الوقت يا أصدقاء كي نجاهز الحصان من أجل البطولة حسنا أولا سنأخذ الفرشاك تعالوا مرحبا هاي انظروا الحصان الذي أمامنا جميل جدا مرحبا هو يسمى هومو مرحبا هومو أولا لنمشت فرو هومو بل شعره فلا فرو له هذا مضحك نعم مشت 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 لنزل الآن كل الغبار عنه رائع والآن بعد أن نظفنا هومو وأزلنا كل الغبار عن ظهره يمكننا وضع قاعدة السرج والسرج ولن ننسى وضع الوشاح هيا بنا رائع لقد فعلناها ساعدنا هومو على وضع كل أدوات البطولة على ظهره وانظروا يميزه اللون الأخضر والبني نعم كان ذلك ممتعا جدا إذن هومو مستعد لكن حان الوقت لنرتدي الآن ملابس البطولة الخاصة بنا ونجهز أنفسنا حسنا سنذهب ولكن أظن أن الحصان هومو أنجز عملا ممتازا لأنه قد أنهى تناول كل الخضر والفواكه لنعطيه مكعب السكر هذا مرحبا أحسنت هومو هذا يدغدل أنت حصان مطيع لطيف حان الوقت كي نرتدي الثياب الآن تعالوا مرحبا هذا أنا الفارس بليبي هذا مضحك أنا لست فارسا لكن اليوم أنتم وأنا سنتعرف معا حياة الفرسان الذين عاشوا قبل نحو ألف سنة واو أظن أن هذا زمن بعيد جدا هل تسألتم ما يعني أن تكونوا فرسانا؟ أي أن تكونوا شجعانا وعليكم امتطاء الأحصنة تقليد مضحك تقليد مضحك وعليكم أن تكونوا أقوياء ولطفاء واو بعد التفكير أظن أنه ليس من السهل أن نكون فرسانا واو انظروا هذا فارس حقيقي حان وقت منح بليبي لقب الفارس بليبي أنا سعيد جدا فأنتم وأنا لا نتعلم عن الفرسان فحسب بل سأصير فارسا لكن أولا علي أن أخوض تحديات الفرسان الثلاثة واو شاهدوا هذا هذا يكون أول تحدي للفرسان يدعى بتحدي الحلقات الأكبر نعم إذن من أجل الفوز بتحدي الحلقات الأكبر يجب أن نمسك بالرمح وهذا الرمح يشبه عصا كبيرا وإدخاله في حلقتين متتاليتين واحدة هنا والأخرى هناك في تلك الجهة لن نربح إذا دعا لكن ما نفع الفارس من غير حصانه الوفي هاي انظروا معي هذا حصاني الوفي براوني هاي مرحبا براوني مرحبا حسنا لدي رمحي ولدي براوني لذا أنا مستعد لخوض تحدي الفرسان هيا بنا والآن هيا لنبدأ مستعد براوني هاي إذن? وأنا مستعد لتحدي الفرسان لم أدخله إلا في حلقة هذا يعني أنه علي وعلى براوني الآن إعادة تحدي الفرسان مرة أخرى وهذا رأي براوني حسنا هيا بنا إذن لنحاول مرة أخرى سأنجح الآن هيا بنا كان ذلك صعبا أشعر بالتعب بعد تحدي الفرسان انظروا لكن حصلنا على حلقتين أشكر مساعدتك براوني كان ذلك ممتعا والآن حان وقت الانتقال إلى تحدي الفرسان الثاني لنذهب كي نعلم تعالوا براوني أجل نجحنا في اجتياز تحدي الفرسان الأول وبذلك اقتربنا من أن نصير فرسانا رائع حسنا تحدي الفرسان الثاني أصعب بلا شك يحتاج إلى الخفة والقوة والمهارة في ركوب الأحصنة أيضا نعم اسمه التقاط الراية إذن أنا وفارس آخر سنرمي بيننا رايتين ثلاث مرات إن نجحنا في ذلك ثلاث مرات فعندها سنفوز بالتحدي الثاني حسنا هيا بنا أحتاج إلى بعض المساعدة لكن صديقي الفارس الماهرة سيساعدني حسنا هل أنت مستعد؟ مستعد إذن هيا بنا واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة لقد نجحنا التقطنا الراية ثلاث مرات كان ذلك ممتعا جدا شكرا براوني رائع حسنا لم يبقى أمامنا إلا التحدي الثالث وهذا التحدي الأخير صعب جدا واسمه تحدي درء الفرسان يجب أن ألبس كل ملابس الفرسان ومعداتهم في أقل من عشر ثوان واو لن تستطيع مساعدتي على هذا براوني إلى اللقاء إذن أراك في الإستبل نياه ههه ههه حسنا أنا مستعد الآن اضبطوا مؤقت الساعة هيا بنا واو هذه الدرء رائعة حقا نعم نجحنا لقد اشتزنا تحديات الفرسان الثلاثة والآن سأصير الفارسة بليبي واو ما رأيكم في أن نؤدي معا رقصة الاحتفال بالنصر حسنا هيا بنا هاي كان ذلك مذهلا الآن سأصير فارسا ليس بهذه السرعة بليبي لماذا أيها الفارس؟ لأنه بقي لديك تحديان اثنان بقي تحديان؟ ولكني اشتزت ثلاثة ليس صعبا أن نفوز بآخرين إذن ما التحديان الآخران؟ الأول عليك تعلم ميثاق الفرسان واو أتعلمون ما ميثاق الفرسان؟ ولا أنا ولكن ما الميثاق؟ القسم بأن تكون شجعا حسنا يجب أن نكون شجعانا وقلبك لا يعرف إلا العطف حسنا إذن هذا يعني أن نكون لطفاء يساعد بسيفه المحتاجين ويناصر بقوته الضعفاء هذا يعني أن نساعد الآخرين عندما يحتاجون ولا ينطق إلا بالحقيقة عليكم قول الصدق هذا أمر سهد يمكننا فعله ما التحدي الآخر؟ نعم التحدي الآخر يسمى تحدي رمي الروم واو يبدو أن هذا التحدي الأخير سيكون صعبا جدا ولكني أرتدي كل قطع درع الفارس وأرجو أن أفوز أجل حسنا هيا بنا أنا مستعد الآن تعالوا واو أنا لا أصدق أننا سنقابل الحاكمة الآن ونبدأ بمراسم منح لقب الفارس رائع حسنا هيا بنا أنا دونيا ماريا حاكمة هذه البلاد سأمنحك يا بليبي بهذه الحركات الأولى والثانية والثالثة لقبك الجديد الفارس رائع أخيرا نجحنا أحسنتم عملا وشكرا لأنكم ساعتموني على إتمام تحديات الفرسان كانت تحديات صعبة ولكننا أحسنا العمل معا من الممتع تعلم أشياء عن الفرسان الذين عاشوا في القرن الحادي عشر قبل زمن بعيد جدا أيضا تعلمنا أن الفرسان ليسوا أقوياء فقط بل لطفاء ويساعدون الآخرين حسنا هذه نهاية الحلقة لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي هاي أيمكنكم تهجئته معي؟ نعم بي أل آي بي بي آي بليبي أحسنتم عملا أظن أن اسمي صار الفارسة بليبي هذا مضحك إذن أراكم بخير إلى اللقاء